نواصل الظاهرة بفيديو كان حديث وصائط التواصل الاجتماعي منذ أيام شاب مغربي من الروحة ليلتقي ويستضيف بعفوية سائحتين فرنسيتين ويعطي درسا في كرم وجود المغاربة ويرسم صورة عن مدى الأمان السائد بعيدا في جبال المغرب محمد المكي أصبح رمزا للترويج للسياحة في المغرب العميق بعد انتشار الفيديو الذي صورته السائحتان في منطقة على ارتفاع 3000 متر بمرتفعات الأطلسة الكبيرة نذهب عزيزي والحسن بالعليم الزارة اليوم محمد المكي بضوار أي تموساوي الشوق بمنطقة سمس مرير بأقليم تيناير ومحمد المكي معنا مباشرة أهلا بك محمد مرحبا بك معنا إذن كيفاش عشيها التجريبات مرحبا بك إذن كيفاش عشيها التجريبات للسائحتين فرنسيتين لطلقتهم صدفة صراحة الصدفة وذلك كان عشيها يوميا المعيشة يوميا ديالنا وديما كان ضربوا في هذه المسافة واحد لمرة في السمانة ولا جوج مهم فذلك النهار مشيت عند الوالية جزبت له شي مونا وصلت تماما كانت سننا واحد ملي كامي باش يحطني لعرف تماما مهم لقيتهم باتوا تماما مهم بقيت بعيدة على ذلك السياحات شوي بدأوا كيدوا عليا واسمح لها لأنني لم أكن أعرف العربية خير لا بلعك مهم كنت أعرف العربية والفرنسية من اللي وفاقوا بالصباح من اللي فاقوا بالصباح هذه القوريات بدأوا كيش ياريليا اسميتو بدأوا كيش ياريليا بوجوغ بوجوغ صفا صفا مهم قلت لي لوبا مهم سمعت في هذه الكلمة لوبا وي وي قلت ليهم وي وي جات وحدة في نفس الوقش جات الأخرى مهم بدأت كنت سننا فهذا كامي باش يحطني لعرف تماما باش نهزة بالحمر ننزلوا لهذاك العزيف في نساك الواليد مهم جبت الخبزة أعطيتهم بالإختصار قالوا لي قبل واش صورة واش ندير فوتو قلت لي أعطيتهم ليدن قلت لي لهم لا يوجد مشكلة لا يوجد مهم سي محمد كيف باش حسيت باش نظرهم أعطي لهم لخبز سي محمد باش حسيت ومين الفيديو ديالك مشهور على المستوى العالمي باش حسيت مين الفيديو ديالك والتي انت معروف على المستوى العالمي وكل نهار يأتي عندك بزاف دي الناس أعود 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 صراحة تشيل الله ما قديت علي فات الشهر أو هذا هذا العجوز سبحان الله مهم أن أشكر جميع المغربة في أرض الوطن وخارج أرض الوطن وجميع المهاجرين ومهم أن الناس تتصلوا بها بالكثرة صراحة المكلمات عبر الوطساب وعبر الدردشة الفيسبوك وعبر المكلمات عادية صراحة شيء كانت فاجأة والله العظيم السيمو أحمد يعني عرفنا أننا عندك تجربة مع الرسم كيف ادخلت لهذا الميدان؟ نعم عندك تجربة مع الرسم؟ ما سمعت ترسم؟ سمعنا أنك ترسم؟ عندي تجربة مع ذلك النقش النقش؟ أي نعم كان نقش على الحجار وإنما ذلك شيء من صغري ذلك شيء موهبة من عند الله وصافيه والفراغ الذي كان في ذلك المهنة الذي كان خدمت ذلك الرعي الغنام أنه كان 90% للفراغ وبدأت نمارس ذلك النقش وصراحة موخرا في 2010 طورت ذلك الشيء ولكن صراحة مجتمع ما تساعد ومع أمر شيء قانت زارة نيتل هذا الدوز يمكن شكركم بعدها المهمة الشيء يالله بدأت نوحل فيه صراحة لأن تبارك الله عليك تشيكي بنزوين شكرا لك إن شاء الله ستفضل إن شاء الله تبارك الله عليكم شكرا على هذه اللحظة التي قسمت معنا إلى فرصة مقبلة وكنت مننا ولكتتوفيق شكرا شكرا